السلام عليكم متابعين العزهق في هذا الفيديو سوف اتحدث عن غريل العسل الصلط مدمر الاسود والثعابين رمصير حجمه تابع معي الفيديو ولكن قبل البدء لا تنصدقت على زر الاجاب بالفيديو والاشتراك ليصلك كل ما هو جديد من القناة غريل العسل اسمه الصحيح هو الريتول لكنها حصلت على الاسم الشائع لغريل العسل بسبب طعمها المفضل العسل وما ذلك فان ما يبحثون عنه في الواقع هو يرقاط النحل يعود موطن غريل العسل الى مناطق من افريقيا واسيا وغالبا ما تزر بعض مقاطع الفيديو المخلوق الازهر حجما وهو يجذف نفسه رأسا على عاقب نحو اسد او اي حيوان اخر لكن للحوم يقترب كثيرا منه ربما هذا هو السبب في ان الحيوان الصغير تمكن من البقاء على قيد الحياة في اعتباره الاخير في جنسه لكن المخلوق لدي ايضا بعض التعديلات الاخرى المثيرة للاهتمام التي تساعده على البقاء على قيد الحياة عندما يواجه مفترصات اكبر يمتلك الحيوان تبقى فتفاضة من الجلد السميك حول عنقاه مما يسمح له بالالتفاف والدوران للخلف باتجاه المهاجمين المحتملين اذا حاولوا الامساج بالحيوان ووجدت دراسة ايضا ان ريشات النيسو وعدات الكلاب نادرا ما تخترق هذه الطبقة على الرغم من ان غرير العسل ليس من الصعب ارضاءه عادة الى ان الباحثين وجدوا ان غرير العسل يتمتع ببعض المناعة ضد سم الافعى والذي يشكل حوالي 25% من نظامه الغذائي ومن هنا نكون قد وصلنا لانهاية الفيديو لا تنسى الاعجاب بالفيديو والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصد لك كل ما هو جديد من القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته